لو بتشوفي الفيديوهات دي بتعدي عليك كده على السوشيال ميديا او بتشوفيها في التلفزيون او في الكافيهات وبتشوفي البارستا كده واقف يحضر القهوة كأنه واقف في معمل الناس دي بتعمل ايه؟ وليه بتعملها كده؟ ما القهوة العادية موجودة يعني ما اصرتش معانا تعالوا نشوف بيعملوا ايه وليه؟ بصوا بقى بنجيب قهوة بون عن طحنها طحنة خشنة طحنة متوسطة طحنة خشنة هتبقى عاملة زي حبوب السكر تمام؟ اتحونيها في المحمصة عادي او في البيت براحتك بيستخدموا ميزان ديجتال مش هو ده اللي عندي ده قلت عاستخدمه لما هم بيستخدموا اللي في الصورة ده بيبقى فيه تايمر وبيقيس السوايل تمام؟ بيستخدموا حاجة اسمها دريب كون شفتوه معايا قبل كده كون كده بيصفوا بيه القهوة ممكن يبقى بالشكل ده فيه منه سراميك وأكليرك وأشكال تانية كتير قوي يا جماعة وبيستخدموا معايا كمان الفلتر بيبر او ورق الفلتر ممكن انت تستخدمي اي قمعة عندك يكون معدن وتستخدمي الشاشة اللي كنا بنعمل بها لعرقصوص هنستخدم الكاتل عشان احنا نستخدم ميا مغلية بنحط بقى الحاجات دي كلها فوق بعضها على الميزان وبعدين نحط ورقة الفلتر دي واول حاجة بنعملها بنبل ورقة الفلتر عشان تلزق في الكون كويس فما تتحركش معايا وتصفيلي القهوة كويس بعد ما بلنيها هناخد الميا دي نرميها نتخلص منها لان مش دي الميا اللي انا عايزيها من هنا بقى هبدأ احسب وصفر الميزان بحسب 20 جرام من القهوة يعني معلقتين كبار من القهوة المطلونة طحنة خشنة تمام وبوزحها كده بالشكل انتوا شايفينه كده عشان تبقى على جدار الفلتر وبعد كده بنزل بالميا 300 ملي من الميا بنزل بيهم على 5 مرات ببنزلش بالميا مرة واحدة بنزل بالميا 60 ملي الاول بطريقة دائرية كده زي ما انتوا شايفين واستنى 45 ثانية اول مرة اول صبة باستنى 45 ثانية علشان القهوة ايه ليه الناس دي بتعمل كده واجع الدماغ ده كله ليه علشان القهوة تطلع ثاني وسيد الكربون تطلع الغازات اللي فيها فتبقى اقل حمودة واقل مرارة وخفيفة عن المعدة واعلى في نسبة الكافيين شفتوا بقى الناس دي بتعمل كل ده ليه مش افتكاسات علشان تطلع لك قهوة كده مستخلصة طعمها حلو يبقى احنا هنصب بالصبة التانية 60 ملي ونقف عشان كده بتستخدم الميزان وطايمر عرفتوا ليه بيحطوا الحالات دي كلها على ميزان الموضوع مش اعتباطي علشان تساعد ان القهوة تنزل وتتصفى كويس ما بتستخدميش معلقة بتمسكي كل شوية الكون او القومع كده وتفضلي تهزيه وبننزل بالمية زي ما قلتلكو على خمس مرات كل مرة 60 ملي عشان كده احنا استخدمنا الميزان ما عندكيش الميزان ممكن تنزلي بالمية شوية بشوية بعناكي كده احنا بنستخدم 300 ملي مية يعني مضج كبير من المية علشان لو ما عندكيش ميزان تعمليها بمنتهى البساطة وبالادوات اللي موجودة عندك بالقهوة بتتصفى بتبقى هذه القهوة المصفى والمقترة تقدر تشربيها سادة او بالحليب وطعمها طحفة جدا جدا ومختلفة خالص عن القهوة العادية وقل مرارة وقل حمودة تاني نوع بقى من القهوة حبيت اعرفه لكم الامريكان كوفي يعني القهوة الامريكية بالكلام الداري كده القهوة الكوشري او ربنا قهوة حط عليها مية سخنة في الكوفي بريس وبعدين نسيبها دقتين كده عبالما نعمل فوم للبن ونبدأ نضغط بالراحة خالص خالص فنصفي القهوة وتطلع لنا المية بقى بتاعة القهوة مركزة بقيت اسمها امريكان كوفي وده بتتقدم في مطاعم وكوفيهات بنفس الكلام كده يحطها لك في الكوفي بريس ومعها حليب لو انت عايزة تشربها سادة او حليب وطبعا السكر اللي عندك يعني من الاخر قهوة كوشري هي دي الامريكان كوفي طب بذكر بقى الامريكان كوفي علشان ما تتلغبطيش وتكوني في كوفيه ويبقى مكتوب امريكان او امريكانو الامريكانو دي بقى يا جماعة بمنتهى السهولة خالص هي الشوت الاسبرسو ومحطوط عليه ميا او ربنا شوت الاسبرسو انا هعمله في المكة بوت او اللي عنده المكينة بتاعت الاسبرسو هيبقى هيحضر شوت الاسبرسو عادي ويئمة هيجيب كوباية فيها تلج وميا ساعة ويحط عليها شوت الاسبرسو بقى ايست امريكانو يئمة شوت الاسبرسو يزوده ميا سخنة وبقى اسمه امريكانو يبقى الامريكانو في منه ساعة وسخن لو حطينا تلج وميا ساعة على شوت الاسبرسو بقى ايست حطينا ميا سخنة بقى امريكانو سخن وممكن كمان تحطي عليه بقى فوم لبن او لبن براحتك أنا حبيت أشرح لكم كل المشروبات بتاعة الكافيهات علشان ما تروحي أي مكان وتقري المينيو وتبقى عارفة أنت عايزة تختاري إيه أنا بحبكم وباي باي بس إوعي تمشي من غير ما تعملي لايك للفيديو تشيري وتكتبوا لي كومنت حلو